قال عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجوانك وأنا رضي الله عنهما قال لا تكلمنا أحدكم ولا يتكلمنا أحدكم إلا فيما يعني حتى يرى له موضعا والنبي عليه الصلاة والسلام قال سيدنا معاذ ذات يوم يا معاذ كف عليك هذا فقال يا رسول الله أو إنا لم أخذون بمن تكلموا به يا رسول الله فقال سكنتك أمك يا معاذ وهل يكبوا الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أو لسنتهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت لأن تندم واسمع مني هذه العبارة واجعلها مصبع عينيك دائما ويبعد أنت العبارة دي لأن تندم على السكوت مرة خير لك من أن تندم على الكلام ولو ألف مرة السكوت من صمت نجح هكذا قال أحد الصالحين وإحد الحكماء من صمت نجح لذلك يقول أحد الشعراء إن كان يعجبك السكوت فإنه إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار ولئن ندمت على سكوتك مرة فلقد ندمت على الكلام مرارة إن السكوت سلامة ولا ربما زرع الكلام عداوة وضرارة تعالك كلمة عن ناس دلوقتي لما تحذر الناس من لغو والكلام فيما لا يعنيهم والخوض في أعراض الناس وغيبهم يقول لك ده كلام هو الكلام يعني بفلوس ده كلام مجرد كلمة لا بنقول لهم لا خلي بالكم الكلمة هتتحسب على يوم القيامة هتآخذ بكل كلمة تنطق بها ليه ضاعة الأعمار الآن أعمار الناس بين القيل والقال والله بداية الأعمار أو أغلى ما يملكه الإنسان هو عمره الإمام الحسن البصري رحمة الله ورضوانه عليه قال يا ابن آدم إنما أنت أيام إذا مضى منك يوم مضى بعضك الواحد مهما عاش مئة سنة مئتين سنة برضو عمر قصير معدود محدود فينبغي على الإنسان أن يحافظ على هذه الأيام وهذه الأوقات ولا يضيعها ينبغي عليه أنه يغتنمها لأنه يعني السفر طويل ويحتاج إلى زاد لأنه هذا العمر كل لحظة بتمر علينا من هذا العمر سنسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع يعني لا تزول قدم عبد يوم القيامة من أرض الحساب إلى الجنة أو إلى النار حتى يسأل عن هذه الأربع من أول الأربع قال عن عمره فيما أفناه هذا العمر إن كان ستين سنة أو مئة سنة أو أكثر أو أقل أفنيته في ماذا؟ أفنيته في المجالس؟ أفنيته في شتمي وذكر أعراض الناس؟ أفنيته في ماذا؟ ستسأل عن كل لحظة مرت عليك إن كانت فيما يغضي الله جل وعلا أو إن كانت فيما يغضبه لذلك لما مدح الله جل وعلا أهل الإيمان ووصفهم بالفلح قال والذين هم عن اللغو معرضون هم تركوا كل ما لا فائدة منه من الأقوال والأفعال لأنهم يعلمون أنهم سيحاسبون على كل كلمة تخرج منهم لذلك المؤمن يمسك لسانه في كل كلمة قبل أن تخرج من فمه يراها إن كان فيها خير سارع فيها وإن كان فيها شر أمسك عنها بل ويفكر في عواقبها طبعا أكيد طب لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال والحذف الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة إن الله كره لكم ثلاثا نعم كره لكم قيل وقال ماذا يعني بقوله عليه الصلاة والسلام قيل وقال القيل والقال هو كلام الناس مما يقع بينهم الخصومة نعم كرهة أي بمعنى أبغضة نعم وكراهة الله تعالى للشيء عدم رضاه به وعدم محبته نعم هذا يدل على أن هذا الشيء محرم فلذلك ينبغي على المسلم ألا يخوض فيه ما لا يعنيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات حسن إسلامك أنك على الاستقامة من حسن إسلام المرء نعم تركه ما لا يعنيه طيب شخص ممكن ينسى بيقول طب انتوا بتقولوا إنما السلام قال إن الله كره لكم ثلاثا منهم قيل وقال لو شخص بيتكلم علي بيتكرني بسوء وعلمت بذلك إزا يتعامل معه تتجاهل نعم لأنه وللأسف كثير جدا من الناس بيتأثر تأثير صحيح عظيم بكلام الناس يعني إن سمع الناس يمدحونه ويشكر فيه تجدوه يهوش ويبوش وينبسط والدنيا مستيعاه فرح طب على العكس وعلى النقيض لما يلاقي حد ذكروا بزم أو قدح فيه أو انتقدوا نقضي غير بناء بتجد الدنيا بتسود في وجهه إن كان يمشي فيه طريق فيه خير لربما رجع بل والله بعض الناس بكلمة واحدة نعم قد تصل بي هذه الكلمة إلى الانتحار نعم أنا أعرف قصة واحدة تحدثت معي نعم بكلمة ورب الكعبة خسرت بيتها نعم بيت الزوجية الذي لدام لربما عشرون سنة نعم بسبب كلمة واحدة كانت تقضي مصلحة من المصالح نعم والموظف قال لها كلمة لا تخصه ولا تعنيه نعم فضلة هذه السيدة تفكر في هذه الكلمة أصيبت بحالة نفسية وصل بها الأمر إلى أنها خسرت بيتها وزوجها بسبب كلمة وهذا المسكين الذي قال لها الكلمة هو يعلم هو لا يعلم مدى تأثير هذه الكلمة وما الأحداث التي ترتبت عليه بعدها لكن نذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة حسن ما يرى بها بأسة هو شايف أن الكلمة عادية لربما تكون الكلمة في وقت غزار في وقت مزاح قال ما يرى بها بأسة تهوي به في النار سبعين خريفة والعياذ بالله سبعين خريفة